صديقة القناة سألت وقالت أنا مناخيرك كبرت أوي وبقى شكلها فضيع فده إيه؟ ليه؟ سبب إيه؟ فقلنا نطمنها ونقول لها كبر مناخيرك ده؟ سببه؟ دعا نشوف الحالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم وحلقاء جديدة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاه وذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبها نسعد بإذن الله تعالى كبر حجم الأنت في فترة الحمد إيه هو السبب الحقيقي لهذا العرض؟ طيب إيه هو السبب الغير حقيقي؟ السبب الغير حقيقي اللي أنت مستنياه اللي أنت قاعدة أنا شايفك وانت قاعدة منتظرة هو أن يكون علامة أن مثلا الحامل دي تكون حامل بجنين ذكر أو جنين أنزة قساطير الأولين ليس لها أي علاقة بموضوع نوع البي ولكن في فترة الحمل بيحصل ارتفاع الهرمون الأستروجين هذا الهرمون يؤدي إلى زيادة تدفق الدم في الأغشية المخطية وتمدد بالأوعية الدموية خاصة السطحية ولما بيحصل تمدد في الأوعية الدموية بنلاقي فيه انتفاخات نتيجة هذه التمددات فبيحصل أن المنخير عشان هي برزة شوية في وجه الإنسان فبتبقى علامة واضحة جدا أن المنخير كبري هي نفاخت وبقت عاملة كورة صغيرة كده في نص الوجه طيب السؤال التاني بقى بعد معرفنا السبب هي كده هتبقى الشكل على طول ولا هيحصل إن شاء الله كده يعني يا طمينة لقيت طميني بإذن الله تعالى هذا الأمر هو أمر عرضي فترة موقعة بسبب هذه التغيرات الهرمونية اللي حصلت في فترة الحم والدنيا هترجع زي الأول ومنخيرك هتفش الأنف هتفش وما فيش أي حاجة وهتفضل منخيرك بعد الحملة مسمسمة وما فيش أي مشكلة بس في حاجة مهمة لازم ألف تنظر حضرتك إليها هو لما ألاقي إن أنفي كبريت ما يكونش الكبر ده حصل فجأة يعني يكون حصل بالتدريج اللي هو مش كنت نايمة مبارح منخير الفيعة تاني يوم ألاقي منخيري نفخت ليه؟ الخوف من أي تورم فجائي لازم نركز مع كل جسمنا نشوف يدينا نفخت خدودنا نفخت رجلينا نفخت وأنا بدخل الحمام ألاقي هل فيه كمية البول قلة طيب هل حاسة بصداع هل حاسة بزغلالة في عناية لازم أراقي بالحاجات دي كلها لأن هناك نوع من التورمات اللي بيحصل فجأة ومن ضمنها هيبقى شكل منخير برضو كبران بس بتكلم بأكد 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 على موضوع الفجأة لازم أروح قائسة ضغط أتطمن إن الضغط مش عالي لأن تورمات فجائية في الجسم مع زغلالة في العنين مع صداع ده ممكن ينقلني الحاجة تانية اللي هو بعد الشر عنكم موضوع تسمم الحم اللي من أعراضه اللي هو التورمات في الأطراف الأقدام والأيدي الوجنتين المناخير والخدود وكمان ألاقي إن فيه كمية البول قليلة ألاقي صداع وزغلالة في العنين وارتفاع في درجة الحرارة في ألم في البطن أو من غير حتى ارتفاع درجة الحرارة في ألم في البطن شديد إنه لازم أقيس الضغط لإنه لو لقيته عالي ده أحد الأعراض كده اللي بتقول إن فيه بعد الشر إيه تسمم حمل إنما لو بنتكلم عن موضوع الأنف الوحدها وبالتدريج ده حاجة زي ما تكلمنا عنها إنها شيء عادي بسبب ارتفاع هيرمون الاستروجين في فترة الحمل وبعد الولادة إن شاء الله هذه الأشياء بتختفي بالتدريج طيب فيه سؤال مهم جدا من إحدى الأخوات أنا مش عارف بس اسمي الحساب بتاعها حاجة هشام بتقول عندي حركة الجنين في المعدة حركات قوية وضيق التنفس هل طبيعي أنا خايفة طيب ضيق التنفس لازم نفرق ما بين موضوع ضيق التنفس الطبيعي اللي بيحدث عادي مع الحمل بسبب كبر حجم الجنين والضغط اللي بيحصل من كبر حجم الجنين وحجم الرحم فده بيؤدي إلى ضيق التنفس وممكن يكون فيه ضيق تنفس نتيجة حاجة في الصدر هنا عليها مراجعة طبيب أمراض صدر لا ربما يكون سبب آخر فلذلك الفحص مهم في حالة ضيق التنفس خاصة لما يأتي ضيق التنفس فجأة وتملي الأعراض اللي بتيجي بالتدريج ما نقلقش منها اللي هي بتيجي بالتدريج اللي هو أنا كل ما أدخل مثلا الشهر السابع أو بمجرد ما دخلت الشهر السابع بدأت أحس بضيق التنفس بدأت أحس يعني بالتدريج إنما مرة واحدة أنا عادي ما فيش أي مشكلة وما راح تحس بضيق التنفس رهيب أفحص الطمج طيب لأن ممكن كمان ربما ممكن يكون ضيق التنفس ده يعود أيضا إلى الأنيميا فقر الدم فقر الدم يزود معايا ضربات القلب يبقى فيه سرعة ضربات القلب وممكن يكون مرافق معاك كمان ضيق في التنفس طيب بالنسبة لحركات الجنين القوية أو الكثيرة حركات الجنين القوية ممكن برضو يبقى لها أكتر من تفسير ولذلك برضو مهم الفحص على الجنين ونفس الرد لو الحركات دي نمط من الأنماط بتاع حركة البي بتاعك يعني لو البي بتاعك بيتحرك أصلا حركات قوية من ساعة ما بدأت تحس بحركته وهو حركته على طول قوية يبدأ شيء عادي الخوف دايما لما نبقى حاسين بهذا الأمر فجأة يعني البي كان مبارح حركته طبيعية إن هذا في حركة قوية شديدة هنا لازم أعمل فحص أتطمن على إن ما فيش حاجة مدايئة البي لا مثلا فكرة في حبل سري ملفوف أو معقود أو كذا أو كذا لازم أتطمن إن البي بي سليم بالفحص بالسنارة ولكن الحركة الكتيرة ليه بيبقى في بي بي مثلا حركته كتيرة أو بي بي كان حركته مثلا مش كتيرة لها أسباب كتيرة من ضمنها إن البي بي الصغير الحجمه صغير المساحة اللي حواليه واسعة فبالتالي حركته تبقى أكثر براحة فبالتالي بتحرك في مساحة كبيرة فلما يجي يضرب الضربة تشعرك هذه الضربة بقوة البي بي اللي حجمه كبير شوية مزنون فلما يجي يخبط الخطة الخطة مش جاية من وراء لكده يعني فأمين إزاي يعني لما أنا أجي أضرب واحد كده أروح أعمل قوي كده وروهوب غير لما أجي أعمل كده لأن المكان داي فدي ممكن أحد الأسباب وغير كده إن فيه اختلافات فردية ما بين بي بي وتاني بين جنين واخر بس كده إنما الموضوع مش مؤلق لو هذا الجنين حركته أصلا من الأصل قوية وكثيرة هيطلع لك عيل يعفراتك وربنا يرزوك إن شاء الله كده بزرية صالحة طيبة في أجنة كده بيبقوا بزرق لأطفال أشقية هينزلوا أشقية هيعودوا بقى يعكرتولك في البيت كله ويجيبوا لك البيت من علي الوطي ويبهدلوا لك الدنيا فدي الأطفال دي بتبقى المؤشر بتاحنا هم بيبقوا هم بيبيهات وهما أجنة فيه الرحب بتبقى حركتهم عنيفة وكتيرة فمفيش إن منها أي مشكلة بس رجعا 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 نعمل فحص بالسنار شكرا جزيلا واشوفكم على خير إن شاء الله وإلى اللقاء سلام